اختتمت في منطقة البحر الميت اعمال المؤتمر الاول لمحاكم الكنيسة الانجلية الاسقفية العربية مطرانية القدس بحضور عدد من الاباء الكهنة والقضاة والمحامين وقد تضمنت جلسات المؤتمر الذي استمر ثلاثة ايام القاء محاضرات افتتح رئيس الاساقفة المطران حسام نعوم بمحاضرة بعنوان بين القانون والايمان تناول فيها سيادته عدة موضوعات منها التشريع في المسيحية والناموس والنعمة في الفكر الانجلي العام ولماذا القانون في الكنيسة ومصادر التشريع في القوانين الكنيسية وختم المطران نعوم محاضرته بالحديث عن المحاكم الكنيسية مركزا على الكنيسة الانجلية طي المرات احنا المحاكم المدنية منلجأ لها حتى نفسر موضوع معين اللي مش موجود عندنا بقوانيننا فمنلجأ اله حتى يعطينا توجه معين خاصة في اصول الحاكمات والتقاضي اكتر من ما هو على التشريع نفسه كتشريع ولكن مرات نلجأ للمحاكم المدنية تساعدنا ببعض الامور اللي مش واضحة عندنا نهيك هذا جزء اول الجزء الثاني اله انه نحنا عايشين في دول مختلفة وكتير من المرات القانون المدني في بعض الاحيان يطغى على القانون الحوالي الشخصية عندنا ككنيسة فهذا هون بنكون احنا كمان متنبهين لالو فاذا المحاكم المدنية لها علاقة بشكل او باخر في تشريعنا احنا كمان ككنيسة هلأ كنا موافين وموضوع تاني انا بدي اعجي قول بدي اعجي لخطوة تاني عموضوع التشريع في المسيحية وهدول انا برأيي الهن علاقة هم اكتر بالتقادي اكتر ما هو في التشريع ولكن انا بنظري كمان الهم بشكل او باخر الهم علاقة في موضوع التحكيم والتشريع ما بعض يعني واحد بكمل التاني وهم الفضائل الفضائل المسيحي على الفضائل المسيحي هم رأيتوا بتعرفوا انهم مؤسومين لا اسمين القسم الاول هو الفضائل الرئيسي اللي كانت موجودة من زمان يعني هذا كان بالفلسفة اليونانية موجودة ولكن اللي اعطاهم الثوب المسيحي كان اوغسطين اوف هيبو اوغسطين اللي من هيبو وهو القديس اوغسطينوس كتب على الاربع بسماهن الفضائل الرئيسي او ما يسمى بالكاردينال فيرشوز اذا حكينا على الكتاب المقدس خانون الكتاب المقدس وخانون الطبيعة هدول مهمات جدا في التشريع بالنسبة ان لما نحط التشريع بدنا ننظر لهدول التنتين بشكل كتير خاص الامر التاني بالنسبة لريتشارد هوكر هو كان انه الشعب هو الذي يقر القوانين التي تحكمه الشعب هو الذي يقر القوانين وهون عم نحكي قاعدين على شوية التضارب مع الكنيسة اللوثرية والكالفينية اللي كان بدانش انه احنا نكون في محايا المدني المحاكة مدنية تهتم الكنيسة بلاش تهتم بموضوع القوانين ريتشارد هوكر قال لا انه بحق للمجمع الكنسي لتشيرش كونسل انه هو يحط لمدام الشعب هو الذي يختار ان يضع قوانينه بنفسه ودستوره الذي يحكمه الاجماع العام هو سيد الموقف نفس الشي البرلمان نفس الشي مجلس النواب نفس الشي اي اشي معينة انا منحكي على على المبدأ على المبدأ انه الشعب يقرر القانون الذي يحكمه هذا اشي كتير مهم وضروري بالنسبة لريتشارد هوكر حتى نكون احنا كنيسة لها علاقة في المجتمع اللي بتحكمه كمان ما تكونش نائي نفسها عن الموضية معينة اشتركوا في القناة شكرا